مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث عشر وانطلاق وقف اطلاق النار في خمس مدن أوكرانية حيث تعهدت القوات الروسية بفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين أعلنت سلطات منطقة سومي الأوكرانية مقتل واحد وعشرين مدنيا في ضربة روسية على المدينة الواقع على مسافة ثلاثمائة وخمسين كيلومترا شرق كييف فقد أعلن جهاز الإسعاف اليوم بعد أن وصل إلى مكان الحادث قرابة الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي على تليجرام أن طائرات روسية هجمت المباني السكنية بحسب تعبيره